اشتركوا في القناة ارحب فيك قيبو حمد وساكل وسادة المشاهدين وكذلك من الجانب الآخر في هذا المقام وهذه المقابلة تقدم بالعزاء اللي يسموا يعني أبناء الأسرة لوفاة المرحوم له الشيخ ناصر صباح الأحمد الذي كان مدافع عن المال العام وحريص جدا على محاربة الفساد وتغريداته واضحة في هذا الشأن وأتذكر جيدا لما كان وزير الدفاع ولما أثار ما يسمى فيه صندوق الجيش الذي هزى المجتمع الكويتي وعلى أثره استقالة الحكومة فكانت يعني مناقبة وحرصة على محاربة الفساد واضحة لدى الشعب الكويتي ويكفي وقت وفاتها يعني تعاطف الجمهور الكويتي والتويتر والتغريدات كلها أثارت يعني وتحدثت وتعاطفت مع هذا الحدث الجلل نسأل الله عز وجل ورحمه وهذا مصير أي شخص من يدافع عن المجتمع الكويتي ويحمل مال العام ثق تماما المجتمع الكويتي والشعب الكويتي ما رح يخليه سواء بحياته أو وفاته نعم رحمة الله عليه والله يرحمه يغمد روح الجنة يعني وكان نموذج الكل يفتخر فيه رحمة الله عليه عدم التوفيق أنا يعني أنا في عندي سؤال أقول سقوطك في الانتخابات البعض زعل علي يعني دق علي أحد الزملاء الصاحب قال لي وحمد ما يصير تقول سقوطك قول لم يحالفك النجاح في هذه الانتخابات سمي اللي تسميها ولكن أتوقع أول شيء أنا أقول كلمة شكر لجميع من أعطاني وحمل المسؤولية في فترة الانتخابات وكذلك الشكر الموصول لمن أعفاني وما أعطاني صوته فالشكر له وأنا أتقدم كذلك بالشكر لإخواني العاملين في الحملة الانتخابية اللي تحملوا الضيم والتعب وياغي ويعني كما يقال الإشعاعات ولكن آمنوا بأن عبد الله كان عنده ملفات حقيقية حاول يوصلها لقبة عبد الله السالم وإن يوصل بالنهاية إلى ملفات ونتيجة معينة هذه يعني أنا أتقدم بالشكر وكذلك الإنسان يفرح صحيح أن الإنسان لم يحالف حظ بالنجاح ولكن لما يجد النفس الإصلاحي داخل غبة عبد الله السالم والدائرة الثالثة لما اختارت الناس الزينة واللي كنا كلنا على خط واحد يفرح أنا أعتقد عبد الله الكندري وصل بوصول هؤلاء الصالحين والناس اللي جادين في إصلاح يعني في الأيام القادمة في الملفات كثيرة في الدائرة الثالثة ودائما نقول منظومة الصلاح أو الإصلاح هي منظومة جماعية نمشي فيها والآخرين يكملون المسير فيها وأما منظومة الفساد فهي فردية من قام بباع صوته أو عملية شراء الولاءات وغيرها من أمور أخرى هذا بالنهاية نجد نهايته رح يشوفه الشعب الكويتي في يوم الأيام نعم حصولك على 1959 صوت بو راشد نعم يعني نزول ما بين الانتخابات التكميلية وهذا قد يكون شيء طبيعي طبيعي وما تقارن تكميلي مع الانتخابات الأصلية فيها ولكن أنا أفرح جدا لما أجد هذا النفس يعني يخفف عليك أي وطأ أخرى النفس الإصلاحي داخل الدائرة الثالثة عندما وصلت إلى قبة عبدالله السالح نعم يعني شفت الدائرة الثالثة غيرت للأفضل بكل تأكيد يعني كانت نتائج جدا زينة يعني كانت ومتفائل باللي موجود متفائل وصولهم وصول عبدالله الكدري وصولهم وصول عبدالله الكدري يعني لأن هؤلاء تجد فيهم نفس إصلاحي لمصلحة دائرة نعم دعنا نتكلم شنو قصة الطعن عبدالله تحدث اليوم طبعا أثير في الآونة الأخيرة في 15-12 والكل يتذكر حول الأشياء والأحداث اللي صارت داخل قبة عبدالله السالم نعم هذه الأحداث جعلت المواطن أو الناس تستسائل ما الذي يحدث داخل قبة عبدالله السالم أنا أتكلم اليوم أولا ناحية قانونية دعنا نتكلم فيها ثم الوقائع قانونيا هناك مبادئ دستورية أكدتها المحكمة الدستورية بخصوص حقوق الأفراد اللي جوا إلى القضاء الكويتي هذا جانب وكذلك هناك مبادئ دستورية للمحكمة الدستورية بأن لا تكون السلطتين بمنأة عن الرقابة عن أعمال المحكمة الدستورية وهذا حق أصيل للمحكمة الدستورية في هذا الجانب نعم والجانب الثالث وهو ما أكدته البعض أو أكدته محكمة الدستورية في 2016 أو عفوا 2019 عندما صار الحديث حول الطعن على عضوية الدكتور وليد الطبطبائي وجمعان الحربش هذا الطعن واضح وأكدت هذا المبدأ الأساسي لبإمكان أي شخص أن يلتج إلى المحكمة الدستورية عندما يجد خلل كبير داخل قبة عبد الله السلام وهذا الحكم هذا المسألة تعطى الصفة هذه الصفة بكل تأكيد عندما نصت أو نصت الدستور الكويتي 29 منه على أن الناس سواسية أمام القانون فلا فرق بين النائب بمجلس الأمة وقير النائب بمعنى أنه ليس للنائب من الحقوق أكثر لأي كويتي آخر بمعنى لا يوجد شخص بمنأة عن رقابة المحكمة الدستورية وهناك أثاره في نفس الحكم هذا أثاره فيه كذلك حول أن هذه أعمال برلمانية لا يمكن الخوض بها لا نقول له هنا نقطع السطر سلون نحن الناخبين لما تكلم اليوم كالناخب شعب الكويتي وطلع بهالي المطر وهاليوم ينطر أربع ساعات عشان يصوت 68% لا يقل باموا بالتصويت و42 نائب اجتمع حتى لا يقول لي مرزوق القانم لا للرئاسة كل هؤلاء لأنه اليوم صفة الرئيس اليوم يمثل لا ما يمثل نفسه يمثل السلطة التشريعي كيقول واللي احنا اقترنا منهم الخمسين هؤلاء يجب أن يكون اختيارهم حقيقي وانتخابات التي تحدث داخل قبة عبدالس السالم صحيحة اليوم لما تحدث عن أمور صارت سواء صحيحة او غير صحيحة ولكن اتكلم اليوم العضاء مجلس الأمة شخصيا بروحهم اعلنوا في مواقع الخاص فيهم بأننا نصوتنا لبدر الحميدي اتقارن الورقة مع الورقة الأخرى الصحيحة اللي فيها ختم تختلف نهائيا من نصدق اليوم انا اقول حق اي مواطن يريد ان يصل الى الحقيقة هل تصدق الورقة اللي تم نشرة من نواب أعضاء مجلس الأمة الحاليين ام تصدق الطرف الآخر وهم منشروا موحنا الأعضاء نفسهم منشروا الأوراق اللي خاصة في التصويت سواء في الختم سواء في المسافات سواء في الشعار كل هذه أمور تجعل المواطن العادي يتسأل شيء قاعد يصير داخل البرلمان وبعدين قاعد تثار وأشياء يجب أن ننتبه لها وحتى نقطع الشك باليقين اليوم لما يقولون والله شقيق أحد المتنفذين كان قبلها موجود داخل مجلس الأمة وحصل على نسخه الله أعلم وروايات أخرى تقول بأن قبل دخول لأعظامة الأمة كان هناك عندهم نسخ من حصول على التصويت قبل الدخول لبرلمان وأثناء التصويت تم استبدال هذه الورقة والدليل على ذلك الأوراق الباطلة الثلاثة لما تم الإشارة إليها بأنه تم التصويت على صوتين مع أنها مختلفة عن الأخر يجعلنا نتسأل ألا تعتقد بأن هناك جريمة شبه تزوير صارت داخل قبة عبدالله السالم نلتزم الصمت ونغرد ونتحدث ونتحلطم ولا نلتج إلى المحكمة الدستورية لصاحبة الاختصاص الهصيل اليوم جريمة واقعة داخل قبة عبدالله السالم ليست عمال برلمانية يجب أن القضاء يتمحص هذه الأوراق مو فقط يتمحص هذه الأوراق ويشوفها ولكن يشوف كذلك ما تم إثارته من قبل النواب اليوم لما يقول النائب بس بالنهاية أبو راشد الأوراق اللي راح تكون موجودة أوراق صحيحة فيها بدر الحمو لا يعني اللي موجودة في البقاء حتى لو فيه أوراق تقول يعني سربت وطلعت كانت في البداية أو غيره بالنهاية الأوراق عليها الختم وهي وعليها توقيع قصدي تصويت النواب وخلص جيد والفرص صار جيد أنا ما أتكلم اليوم عن الأوراق قد تكون كلها صحيحة ولكن أنت هل تعطيني ضمان أن كل الأوراق اللي داخل الصندوق صحيحة بموجب ما نشر من قبل أعظام السلم اليوم خلنا نتكلم بكل أريحية يجب أن يكون هناك توضيح من قبل النائب الدكتور عبدالله طريجي والنائب كذلك ناصر الدوسري حول الأوراق اللي تم وضعه في التويتر موقعهم أهم اللي تم نشرة تختلف على الأوراق اللي تم إدلاء فيها الصوت شنو السبب احنا ما نقول اليوم اليوم فقط الأوراق اللي داخل الصندوق قد تكون صحيحة من عدم أنا أقولك اليوم فيها أوراق سرّبت هذه الأوراق دور المحكمة تؤكد أن فيها أوراق سرّبت اليوم أنا أدعي تدعي أدعي نعم ولا تؤكد لا أستطيع أن أجزم نعم أو لا إلا عن طريق إصدار حكم عن طريق المحكمة لما نيصدر حكم عن طريق المحكمة هنا نرتح ونحن اليوم ننتج إلى المحكمة الدستورية شنو السبب حتى تضع قاعدة قانونية مثل ما صار في 2016 أو 2018 خاصة بالطعن بالأعضاء اليوم كان الكل يتحدث عن الطعن الدكتور جمعان الحربش ولي طبطبا إن ليس من اختصاص المحاكم الدستورية جاء الأكد المبدأ الأساسي والسامي المحكمة الدستورية اليوم نحن نزرع ونؤكد ونستوثق للأجياء القادمة عن حكم المحكمة الدستورية نعم في كل الممارسات التي صارت في عملية تصويت الرئاسة التصويت الرئاسة هذا جانب الجانب الأهم منه اليوم أنا ما تقدمت والتزمت الصمت فقط على المحكمة الدستورية لا كذلك قدمت شكوة بالنيابة العامة قلت هناك شبهة تزوير يجب أن يتم التحقق منها وتم إثارته من قبل النواب تجعل الإنسان حيران هل فعلا هذه الأوراق التي تم وضعها صحيحة من عدمها هذه الأمور وكيف سربت خلال أنا حسبناها وعندنا لوقات لما نعلن النواب أن نحن صوتنا لبدر الحميدي وبين ما تم التصويت له ما في إلا دقائق هذه الأوراق من وين حصلوا عليها لا أحد يقول والله أنا ما تحمل نفس البيانة الأمانة العامة للمجلس الأمة قالت كل نائب يتحمل مسؤوليتها نعم يتحمل مسؤوليتها ولكن شون حصلوا عليها نحن لا نتحدث اليوم داخل الصندوق نتحدث عن التسريب الذي حصل وهذا يجب أن الممارسات تقف في هذا الجانب وممارسات التصوير وممارسات الأخرى لا تبطل عملية الانتخابات أنا أتكلم اليوم بطعنية الخاصة فقط هذا الجزئي أنت في الأوراق في الأوراق نعم في الأوراق تعنك لكن لم يكن تعنك في قضية التصوير أو غيرها التصوير نهائيا وأنا من أنصار نظرية والدكاترا بعض الدكاترا القانوني اللي أخذنا من علنية الجلسة أنا كنت أتمنى من الناس اللي يتم إعطاء العلنية في التصويت سواء للرئيس أو نائب الرئيس ما يكون فيه سرية وهذا فيه أساس أساس في 1962 صار نقاش حول علنية القوانين والمشروع ويتم سرية فيها الله يرحمك يا جابر الأحمد الله يرحمك يا سعد العبد الله تكلموا وقالوا إحنا نبي علنية التصويت كان هناك حكمة يرونها ولكن جعلوها واثاروا على اللائحة الموجودة الحالية اليوم عندنا اقتراح كان أساسي كان يفترض من رئيس السن في مجلس الأمة أن ينظر أنا ما أقول لك صوت عليه أقول لك يا أخي ناقشة اقتراح من النواب بأن يكون هناك تصويت علني خلي شر نقاش والقانون يخول اللائحة تحول اليوم تخول أن يطلبون أجل سبوعين يقول الخوف قال اللائحة المادة 35 وغيرها والحديثات المادة 92 من الدستور ليش الخوف ليش الإرهاب هذا الموجود يا أخي النواب يبون شيء عرضي وانت بعدين أبدي فيه ما قلنا لك نحن صوت اليوم فقط عملية مناقشة هذا الطعن اليوم أتحدث اليوم بكل أريحية يجب أن يرى النور بإذن الله وإذا كان هناك وانا بهذا الصدد تواصلت مع الأخ النائب بدر الحميدي حول بضرورة انضمامه لهذه الدعوة وتركت لصحيفة من الدعوة والمستندات الدالة على صحة الدعاءنا على مكتبة للاطلاع عليها حتى يكون هناك جدية أكثر ومصلحة صاحب المصلحة يكون فيها أمام المحكمة ما رد عليك بو ناصر؟ أنا أطلع عليه وهذا حقه مشروع بالإطلاع عليه أنا أقول لكم اليوم حتى نقطع الشك باليقين وحتى ما يثير يثار اللقط وشنو داخله الصندوق وبكرة تطلع لنا حواتيط وهذه الممارسات يجب أن تقف يجب والله أقول لك يمكن ومو يمكن لأكيد إلا هناك الله عز وجل بيفضحهم أنت لما تعلن تقولي أنا صوت حق فلان وانت غير صادق يا أخي كن صادق مع نفسك كن صادق مع ناخبينك كن صادق مع الله عز وجل يا أخي ليش أحضر أنا اجتماعات الثلاثة اللي صارت صحيح إذا أنا ما بس صوت وانا احترم مع أني مختلف وياهم احترم الناس لي مراحت يا أخي لا أروح وانا عندي وجهة نظر معين وانا اختلف وياهم أما أروح وأقسم على أني أعطي بدل الحميدي وثم أدي وإذن الانتقاب وغير وبعدين مو من هذا فقط الأدهة من ذلك اليوم أعلنوا كم واحد ويا بدل الحميدي ثمانية وعشرين ثلاثة أوراق قاتلة وفق المعلن عندهم عند الشباب إنجاز التعبير المعارضين اليوم أكثر من ثلاثين وثلاثين واحد أعلن أنه هو صوت وحط الصورة أنه في ضد بدل الحميدي مع بدل الحميدي شلون شلون هذا السؤال وهذه الشكوك يجب أن تقطعها المحكمة الدستورية ما نتركها والله يحققها مجلس الأمة قد ما يحقق شافوها؟ لا ما هي أعمار برلمانية هي أعمار لأن الدستور الكويتي مادة 92 واضحة اليوم لما نتحدث عنها نتكلم عن أن اختيار رئيس المجلس الأمة وفق المادة 92 يكون بطريقة معينة إحنا نستمد اليوم إلى المادة 92 ما نتحدث أن والله شيء صار وستوى وأنا أقول لك شيء بختمها لك بالجزئية لو أن بدر الحميدة فعلا فاز هل تعتقد أن الطرف الآخر سيلتزم الصمت آه نتركه لك لابد أن يكون أكيد رح يتحدث الكل نفس ما يكون في خلل في التصويتات والإعلانات رح يتم الطعن أمام محكمة دستورية بهذا الشهن اليوم المحكمة الدستورية هي الملاذ لنا وهي الفيصل لنا في الأيام القادمة واليوم أكدنا فقط ليس على الطعن أكدنا كذلك لجوءنا إلى النيابة العامة لتحريز هذه الأوراق والنظر فيها واستدعاء النواب اللي أعلنوا أنه إحنا عطينا بدر الحميد لما نتعلن وتحط لي نفس المستند لا تي تقول لي فوتوشوب لا تي تقول لي والله أنا اللجنة الإعلامية حطت لي صورة هذه عندنا الوقت وعندنا التاريخ وعندنا الساعة اللي أنت نشرت التغريدة وبينما أنت متصوت هذه الأمور تجعلنا تجعلنا في هناك شيء ما يحاك داخل غبة عبد الله السالم شنو هذا الشيء؟ هتركها المحكمة اللي رح تفصل هذا الأمر يفترض أن يتم يعني الحديث عنه بكل أريحية وبدون شجنج وبكل صراحة إذا كان هناك خطأ من عدم وإذا كانت الأمانة وفق القانون متورطة تحاسب عليها زينا بالزبدة والخلاصة يعني من كلامك هذا بو راشد يعني هل في تزوير أنت شايف؟ أنت حدث اليوم بطعن أن هناك شبهة تزوير والمطلوب من المحكمة ومن نيابة العامة أن تتحقق فيها بموجب الصفة الممنوحة لها وأنا أقول لكم إذا كانت اللي تفضلت فيه من شواهد صارت داخل غبة عبدالله السالم فهي جريمة وقعت الجريمة هل نحن نلتزم الصمت أو النيابة العامة تغل يدها أو التحقيقات لو كانت هي المختصة اليوم يجب أن يتم التحقيق واستدعاء النواب حول الأوراق اللي تم نشرها من المواقع وتتوقع هذا سيحدث؟ هذا القانون هذا القانون بإذن الله أنا أرفع الدعوة وأعزز موقف الدفاع والأدلة فيها والأمر متروك للغضاء في هذا الجانب تدفع خمسة ألف دينار صح؟ بموجب القضية هذه هي الطعن خاص طعن خاص يختلف لأن الطعون من الانتخابات التي أجريت خلال فترة زين أيضا أنت توق قلت كلام قلت لو كان الطرف الآخر يعني كان رفع قضية وشذي لكن أنا أقول أن ما دام بدر لحبيدي ما رفع ليش أنت عبد الله الكندري رحت ورفعت قضية وطعنت في موضوع الرئيس إذا صاحب الشين بدر الحميدي بوناصر ما رفع قضية وأنت يعني هو الآن عنده دراية في الموضوع اللي أنت ذكرته لكن ليش أنت ترفع قضية؟ شنو مصلحتك؟ أنا أتكلم عن الآتي اليوم رئيس السلطة التشريعية لا يمثل نفسه يمثل الخمسين نائب الموجودين داخل غبرة عبد الله السالم نعم والناخبين هم اللي اختاروا الخمسين اليوم إرادة الناخبين تابي بصريحة العبارة هل إحنا أمام ما يسمى فضيحة رئاسة ووترغيت من عم دائما؟ بهالدرجة؟ بهالدرجة نعم لأن اليوم ممارسات لم تحدث في السابق أنا إذا أتحدث اليوم عن بعض الأخطاء اللي صارت داخل قبة عبد الله السالم يوم الافتتاح ما صارت في المجالس السابقة من رئيس السن في وقتها أتكلم اليوم أكثر من تسع أخطاء قانونية صارت والتزم الصمت شنو هذه الأخطاء؟ الأخطاء اليوم نتحدث عنه بكل إسهاب اليوم تسريب الأوراق والحديث حول شون تسربت هذه الأوراق اليوم النماذج تغيرت بعض اللي ما نشر اليوم الأخطام مختوم أو غير مختوم نعم اليوم بخلاف الختم هناك الشعار يختلف اليوم كذلك الاقتراح الذي قدم من قبل أعضاء مجلس الأمة بضرورة مناقشة أنه العالمية أو سرية تم إسفافه وأصلاً شنو ما يدري هذه الأمور كذلك اليوم ما صار تغطيع الورد داخل مجلس الأمة الصخب اللي صار اليوم الكبير داخل مجلس الأمة اليوم الأسوأ من ذلك كله التأخير في انتخاب اللي جان كان المفروض أنه يتم انتخاب اللي جان تم تأجيل أسبوع كامل باتفاق مع النواب التصويت والمجلس سيد غراراته جيد صوت الوافق جيد هذا يفترض أن يتم استكمال الجلسة العادية تقولي والله أنا عندي سنة 2000 واقعة أنا أقولك قبلها تقول سنة 2000 أنا عندي إنها جلسة خاصة جلسة خاصة اليوم أنا عندي شيء أكبر من سنة 2000 اليوم أتحدث عن هذا الموضوع في المحكمة في المجلس التأسيسي سنة 1962 صار الحديث حول هذا الموضوع حول اجتماع بس هو كان ينصب الموضوع عن اجتماع المجلس البلدي هلوه قبل خلال سبوعين وشلون بعض المشاريع الكبيرة واللجان إذا تبين سقط على اللجان الحالية الاجتماع هذا شلون ما ينتهي خلال كل أسبوعين مرة إحنا بنجتمع مرة ومرتين وثلاث الخبير الدستوري سنة 1992 شي يقول بالمذكرة شي يقول يقول يلاحظ أن المقصود باجتماع كل أسبوعين ليس الاجتماع يعني يوما واحدا الاجتماع الواحد قد يستمر ثلاثة وأربعة وخمسة لما ينتهي الموضوع يعني بمعنى اجتماع جلسة يوم خمسة عشر نعش مستمرة ما في تكون هناك جلسة خاصة أو جلسة محددة لأمر معين اليوم الاجتماع وفق الدعوة التي وجهت لأعظام الدس الأمة وراجع الدعوة افتتاح السمو الأمير اختيار الرئيس ونائبة والمكتب ثم بعد ذلك انتخاب اللجان إذا مستمر الجلسة الحديث يقول لي والله سنة 2000 أنا عندي واقعة قد تكون واقعة أخرى لكن اليوم المجلس التأسيسي 1962 كان لي رأيي واضح بنفس الاجتماع قد يستمر عدة أيام بناء على جدوى الأعمال واحد ومع ذلك يعد اجتماعا واحدا إذن هذا الخلل اللي صار خلال يوم خمسة عشر نعش والصخب اللي صار والأمور اللي لم تكن نعم بس بابو راشد خلني يقول لك يعني البعض يقول أنت ذهبت إلى الطعن في موضوع رئاسة السيد مرزوق الغانم بسبب خلافة كوية السيد مرزوق الغانم في موضوع الحدث الأخير في موضوع علاجة الداخلية والدفاع وكذا لك موقف شخصي مع السيد مرزوق الغانم ردك على هذا الكلام نحن اليوم أمام القانون وأنا قبل لا أكون رجل سياسي رجل قانوني إذا نرجع نحن في الماضي نحن ترى من الناس اللي صدرنا بيان العام مع خمسة عشر شخص حول إدارة الجلسة في العفو الشامل نحن من الأشخاص اللي وقعنا على بيان يوم افتتاح سمو الأمير وكلمة مرزوق الغانم بأن المجلس متعسف في استقدام مدوات الدستورية والاستجوابات وقعنا على بيان نحن من الناس اللي وقعنا على أمور كثيرة ما هو خلاف نحن نختلف اليوم مع عمل معين اللجنة الداخلية والدفاع وقضية أو قانون البدول لأنه كان وجهة نظر بيناها لا يمكن حل المشكلة خلال ستين سنة خلال خمس دقائية هذا الأمر ونصب هذا الأمر وانتهى اليوم أنا أتكلم يوم كرجل قانوني لما أرى جريمة معينة والحديث حول الشارع يتحدث على أمر معين هل نلتزم الصمت وغرد وسكت ولا لا ألتجأ للوسائل القانونية هذا يجب أن يفرح الجميع اليوم اليوم أستمتعان لما أقرأ بالتويتر وأقرأ بالمواقع ديكاترا بالقانون من يؤيد ومن يعارض ناس ما تفضلت في مصلحة ولا ما في مصلحة الإكسفة ولا ما الإكسفة هذا شيء رائع هذا إحنا جبلنا في الحمليات الديمقراطية أن يكون هناك وجهة نظرين وإحنا بعدين بس إلك سؤال ليش التخوف لما نلتزج حق المحكمة الدستورية وليش التفسيرات اللي نروح يمين وقصى الشمال إحنا رايح نحق المحكمة الدستورية ورايح نحق النيابة العامة إذا كانت الأمور صحيحة ويو النواب اللي أعلنوا الـ 32 واحد اللي يحطوا بالمواقع أننا فعلاً أننا اخترنا بدر الحميد وهذه الأوراق خلي يشرحوا لي سؤال واحد فقط كيف تم تسريب هذه الأوراق إلى وسائل الإعلام الأمر عندهم والأمر بينهم وبين النيابة العامة هذه الأمور الأخرى اللي كنا حريصين أن نعم لكنك تم فيه في مسألة موضوع الخلافات وخيره لا بكل تأكيد نحن نختلف على الممارسات نختلف على الأداء نختلف على إدارة الجلسات هذا شيء آخر لكن نحن نتكلم اليوم عن حق دستوري أصيل وضحت هذه المسألة نتحدث عن المجلس في بداياته براشد أنت قبل شوية تقول أنا بتفائل في مخرجات الدائرة الثالثة كانت مخرجات نوعاً ما طيبة شلون شفت المخرجات في المجلس وشين هل الأولويات المفترض النواب يتعاملون معها خلال المرحلة الحالية أنا تكلم اليوم في ناس تتوسم فيهم الخير وأخوي أنا من الناس اللي يعني أعزه أخوي المضاف من هل هل ومن الناس اللي جات في عملية محاربة الفساد وحمل يعني والله يعينها على حمل هذه الأمانة تحدث اليوم يجب أن يكون لدى الكتلة أولاً يجب أن تستمر هذه الكتلة بأي شكل من الأشكال لازم تستمر لازم تستمر العدد ما هو بسيط وخلى بالعكس كثر ما ينقص ويكونوا مصافين أفضل مما يكون عدد كبير ويتفلت البعض هذه الكتلة مهمة جداً وجودها داخل قد نتفق على أجندة ولكن لا تكون هناك كتلة هذا شيء آخر ولكن أنا أتمنى لأن الشعب الكويت وهي رسالتي إلى المعارضين اليوم وللاجتمعوا في الثلاث دواوين رسالتي ترى الشعب الكويت ينظركم نظرة تفاؤل لا تخيبوا رجاعهم يبون الكل أن تكون هذه الكتلة متماسكة داخل قبة عبدالله السالم عندهم الأولويات اليوم تأديل لائحة مجلس الأمة اللائحة داخل بكل تأكيد وحتى نقضي على الظاهرة هذه خيخي مسألة العلنية العلنية وخلك رجل وخلك مع الله عز وجل ويا الناخب صريح لا تخش هذا جانب عندك عندك كذلك تعديل نظام الصوت الواحد والله أنا أعتقد أن السلطة رح توافق على تعديل نظام الصوت الواحد للأسباب التالية المذكرة الإضاحية اللي هي القانونة 42 خاص بالصوت الواحد تحدث عنها سبب بقاء أو أركان الأربع للصوت الواحد بروز مظاهر الطائفية والقبلية والفأوية ظاهرة شراء الأصوات تغليب الدور التشريعي على الدور الخدم اللي قاعد يؤدي النائب المجلس الأمة التلاعب في جداول الانتخابات هذه أربع أركان كان يقوم عليها القانون بالله عليك لو أسألك أنت أو أسأل المشاهدين هل هذه باقية هل فعلا صحيحة من عدم أصلا الصوت الواحد عزز وكرس الأربع الأشياء الموجودة إذن أصبح عدم موجودة بس اليوم الحكومة يعني براشد سمو الرئيس الشيخ الصباح الخالد في حديثه في الجلسة الافتتاحية قال إحنا ذهبين إلى مسألة تعديل الدوار وسيكون من أولويات وهذا مواشر جيد تعديل الدوار ماذا متحدث عن الصوت وهناك كان تعديل إذا تذكر وقت الانتخابات قدمه الحكومة بتعديل النظام الانتخابي داخل دولة الكويت شنو الأساس يتكلم عن الهوية عن البطاقة المدنية يتكلم عن هيئة لم يتطرق من غريبة أو بعيدة الأمور هذه كلها اليوم آن الأوان أن يتم تعديل الصوت الواحد كانت في فترة من الزمن قد رؤوه مع الخمس دوائر مع الخمس دوائر بكل تأكيد مع الخمس دوائر لأنه في كلام أن الحكومة ستتجه إلى عشر دوائر وصوته أنا كراي أنا شخصي أنا أتمنى أصلا هذا ينسف كله أتمنى يكون هناك قوائم قوائم نسبية نعم هذه الحقيقة وهذا يجب أن هذا الإصلاح الحقيقي الديمقراطي داخل دولة الكويت لكن إحنا إذا نحرك المياه الراكدة إذا كان هناك تعديل فهو نظام أنا من الناس بعد كذلك اللي قدمت ونوقش في الجلسة الأخيرة نظام الصوتين لما نقدم الله يذكرها بالخير الدكتور عادل الدمخي بضرورة النظر بتعديل نظام الصوتين في الجلسة الأخيرة ثلاث قواني منها القانون اللي أنا كنت مقدمة مع باقي الزملاء بتعديل نظام الصوتين اليوم اليوم بتي تقول لي إذن شنو تتوقع من الكتلة أنا أقول لك اليوم أتوقع اليوم مو فقط الكتلة ولا الحكومة اللي جت بمخرجات تخالف المخرجات اليوم يولك الناس يبون يعدلون يغيرون ما أنسجب معاها مخرجات وأنا هذا السؤال لك رأيك في تشكيل الحكومة وكيف وجدت الوزراء وتشكيل هذه الحكومة إلى اليوم مقادرين نقرأ الساحة السياسية بشكل صحيح صباح الخالد غير قادر على قراءته بشكل كبير اليوم تحدثنا عن مخرجاته والناس تعبوا أربع ساعات والله إنه يكلمني أحد الأشخاص إنه أربع ساعات واقف بالطابور عشان يدلي بصوته هذا جزاء آخر شيء لما يكون بهذا التشكيل التشكيل لما يكون في سنة 1992 ارجع إلى 1992 أخذوا وفق القانون والدستور الأغلبية برلمانية نعم ما الذي يمنعك لما تأخذ من المعارضين إنه يكون نواب يكون وزراء عندك هذا التشكيل الحقيقي هل هو عدم انتباه هل هو القصد من التصادم في المستقبل كل هذه الأيام ستكشفها لنا لم يكن التشكيل الحكومي على قدر المخرجات الانتخابية التي صارت ولم يكن على قدر الكتلة اللي موجودة داخل البرلمان هذه الأمور يجب أن تراعي في الأيام القادمة أتحدث اليوم كذلك عن اليوم ما يعنيني الكتلة هذه شنو أشياءها أو طلباتها أو برامجها أو لجندة اللي رح تحطها في الأيام القادمة وهي يعني المواطنين ولا يعنيني اليوم كذلك جانب آخر إنه يكون هناك البرنامج الحكومي اللي دائما نسمع فيه وما نشوفه يعني شيء واحد اليوم اترك اللي يعني مين وعي الشمان أنا أقول لك اليوم رسالتي إلى السيد مرزوق القانم رئيس مجلس الأمم الحيادية الحيادية مطلوبة في الأيام القادمة أملية إحالة الاستجوابات إلى اللجنة التشريعية أو المحكمة الدستورية أو إيجاد أي مخرج قانوني لهذه الأمور هذا الأمر مرفوض ويجب أن لا يعاد هذه رسالة أتوقع حتى الموجودين داخل المجلس الأمم يجب أن تكون هذه الرسالة واضحة الممارسات السابقة تتفق تختلف معها نتركها لإجساد المشاهدين لكن يجب أن لا يتم تكرارها مرة أخرى هناك كانت أولويات هناك قوانين لم تعرض في المجلس السابق اليوم جه الأوان أن يتم عرضه خل ترفض الحكومة وخل المجلس يوافق والسلطة الأخيرة بموجب الدستور يحق للأمير أن يرجع القانون والاعتراض عليه هذه الأمور أدواتنا الدستورية لماذا نخلق أداة دستورية جديدة تختلف عن ما موجود هذه الأمور يجب أن تتغير في الأيام قضية العفو الشامل ويقولك هذه القضية ستكون المحك في مصير هذا المجلس الحالي وهي القضية التي يمكن الكل الآن يتكلم عنها الحديث طويل فيها هل تتوقع هناك أمل وفي بوادر أمل لحل هذه القضية قضية العفو الشامل أنا متفائل بإذن الله من قبل القيادة السياسية أن يكون حل حلة هذه المشكلة وأن يكون هناك إيجاد حل يرضي جميع الأطراف وهذه الديمقراطية التي تعلمها نعم هناك طلب اليوم من النواب في مقابلة القيادة السياسية والبعض قال أن هذا الموضوع سيكون الموضوع الرئيسي في طرحه من قبل النواب بإذن الله يوصلون إلى حل وإذا لم يكن هناك حل يعني تعتقد أن الحل حل توافقي بإذن الله نوصل إلى هذا الحل يرضي الجميع واليوم كذلك إذا لم نصل إلى الحل هذا حق لأطراف كلها اليوم عندنا أدوات دستورية أخرى المادة 75 وفرها لنا القانون والدستور الكويتي إحنا نقر القانون والأمر مترك ليسموا الأمير فيه وتتعتقد فيه بوادر حل بالنهاية الناس تابع النتيجة في هذا الموضوع بإذن الله يعني أن يكون هناك تغيير العالم تغير اليوم الأنظمة اللي حوالينا كلها قاعد تتغير اليوم ترى هذولي بالنهاية عيالنا نتفغ نختلفوا إياهم والله التاريخ الكويتي مشرف لما نترجع على الستينيات واللي صار التفجيرات ديش الأيام بالستينيات ومنهم الله يرحموا الدكتور أحمد الربعي وآخر شيء صفوا الأمور تنازلوا عن كل قضايا يظلون بالنهاية عيالنا بالنهاية مرتكبوا جريمة أنا بوجهة نظري لم يتم ارتكاب جريمة القز من الإساءة لدولة الكويت رأوا فساد رأوا منظومة معينة داخل دولة الكويت يجب الوقوف فيها يا كثر يا كثر اقرأ الآن البرلمانات في العالم يا كثر من يدخل المظاهرات تدخل داخل البرلمان ولم يوجهوا لأي اتهام نعم تتوقع حل مجلس الأمة قريب حل حل هذا المجلس مصير هذا المجلس إذا تمسك المجلس الأمة بالثوابت واللي دائما نواب اللي نادوا عليه في سابق من أمور معينة مطلب حق شعبي الشعب الكويت رح يوقفوا ياه ثق تماما الحل لن يرهبهم رح يكون الشعب هو السد المنيع فيها هذا جانب الحل حل يعني لا يوجد سبب مبرر لحل مجلس الأمة في الوقت الحالي نعم كل طرف يمارس صلاحيات معينة وفق الدستور والأمر بالنهاية متروك للدستور هو اللي يحكم الطرفين فيها نعم الأخ العزيز صلاح الهاشم وجه له تحية أبو عبد الرحمان ما شاء الله عليهم تابعنا وأنا أشكره يعني يوجه لك السؤال يقول ليتك تسأل براشد عن مصير الأسئلة البرلمانية والاختراحات بغوانين والتي تشرفت المساهمة بإعداد بعضها معه وما مصيرهم الآن وهل لها اتصالات مع أي نائب لتبنيها وفق اللائحة مع الشكر أبو حميد أنا طبعا أتقدم بالأخوي صلاح وباقي الآخرين يمكن لا يتحضرني أسماءهم بأن هناك كثير من الاغتراحات كنا نتبناها والأسئلة البرلمانية منهم فهو كان متواصل بياي بشكل جيد بخصوص الأسئلة البرلمانية وكان حريص على المال العام وتوجيه الأسئلة فيها يفترض الآن وفق الدستور الأسئلة البرلمانية تسقط ما لم يتبناها أحد أعظام مجرس الأمة يقدمها مرة أخرى لأن الآن فصل تشريع جديد جاري التنسيق مع الأخوة الأعضاء بتبني الأسئلة والاقتراحات فيها حتى يكون لها إن شاء الله بصيص أمل خلال السنة نعم براشد خروجك من مجلس الأمة يوقف عند هذا الحد ولا سيتم متابعة كثير من القضايا إن كانت فيه قضايا المال العام أنت كان لك أمور كثيرة في موضوع المال العام ولك فيه قضايا كان لك دور كبير فيها يوقف دورك عند هذا الحد ولا راح تستمر في المتابعة في السابق قبل أن أدخل مجلس الأمة قبل أن أتشرف بعضوية كذلك المجلس البلدي رفعت قضايا بخصوص المال العام وحماية المال العام من 2011 لم أتوقف لن أتوقف ولن يكون هناك استراحة محارف في هذه الملفات ستظل بنصب عيننا حريصين عليها وهناك ملفات قادمة هناك ملف كبير جداً يجب أن تبه للسلطة في السابق صندوق الموانئ تم التخارج فيه بغض النظر كم التخارج والسلمة اليوم فيه 500 مليون دولار مفقودة من هذا الصندوق صندوق الموانئ؟ نعم صندوق الموانئ هناك أشخاص مع كل أسف كويتيين وشركات عالمية بعد رفع القيد والحدث التحفظ الذي كان موجود على 495-96 مليون بدبي هذه المطالق المتبقية والتي تخص للكويت والمال العام راحت لحساب ناس مايين في هذا الوطن وراحت لحسابات عالمية كذلك شركات عالمية هذا الموضوع لن نتخلى عنه راح يكون فيها إن شاء الله في الأيام القادمة وعندنا أسماء كل من تم إذاع بحسابه مبلغ معين من الإمارات للكويت ومن فلوس الدولة نعرف المال العام والراح إن شاء الله في الأيام القادمة لن نتوانى عن ملاحقتهم ومعرفة سبب أخذ هذه الأموال العامة بدون رجوعها كالدولة أنا شاكر لك أبو راشد على انتخال لقائنا إذا فيه شيء أنا ما سألتك فيه ودك تقوله أو كلمة أخيرة الكلمة أنا أتمنى للشعب الكويتي مثل ما قال كلمته في اختياره في 2020 أن يراقب أداء النواب والحكومة في الأيام القادمة اليوم الكثير من الملفات حماية المال العام والفساد وثيرة في الآمنة الأخيرة يجب أن يتبنىها اليوم من المسائل يفترض أن يتم توجيه السؤال والتحقيق فيها صفقة المروحيات الدفاعية الخاصة ما يقارب المليار و 200 مليون يورو الخاص في صفقة الكاركال كان هناك توصية من قبل المجلس ورسالة من الأخر جادس العتساني بخصوص الـ F18 الخاصة باليورو في حالة من النيابة العامة الصفقة نفسها هذه شنو صار عليها شنو الملمات الأشياء الكثيرة يجب أن ينتبهون أعظام مجلس الأمة ترى الحكومة دائما تقول لك أحلنا في حقيقة الأمر لحالة دائما تكون ناقصة هذا دور العضو في الأيام القادمة ترى الشعب الكويت يراقبكم بشكل كبير نعم أتمنى لك توفيق براشد شكرا لك على تلبية الدعوة ألف شكرا براشد شكرا إذا مشاهد الكرام وصلنا معكم إلى نهاية هذه الحلقة لا يسعني لنا أشكر ضيفي هذه الحلقة أخوي العزيز النائب مهلها المضف وأخوي النائب السابق عبدالله أحمد الكندري أنا شاكر لكم على حسن المتابعة وتغبل وتحياتي وتحيات فريق البرنامج ومع السلامة